حضرتك أشهر مراسل لمصر كلها في إسرائيل لما يتقال إصابة وفاة واحد وعشرة إصابة خطر اعرف الخطر ده ميت يعني ده رقم 11 من جانس ووزير دفاعهم وكله لا يعنيهم الأسرة بيروحوا في 60 دهية الأسرة طب عرب 48 ليس كتين لحد دلوقتي مهتل بيحتلني بيضربني بالرصاص وبيقتني لا مش لقيته قزمة السنوار مش لقيته بطاعة الضيف طب انصحوا بقى بالغزة بقى لما اتضربت على الحاجز بالألم وكان جندي عاوز يضربني بالرصاص مش حسيت ان انت لو كنت رددت له الألم في الشيط غالي لك فيه هات نختم لك يا جوسف من مصر ترملة هل فعلا قابلت محمد الضيف؟ توقيت غزة بيموت وفي حاجز مع مصر ويا مصري ايه ايا ابن بلدنا ايا بيه عاوز فول عاوز طعمية ويعمل الفول المصري والطعمية المصري قابل ترنتيسي مشعل اسماعيل هنية اسماعيل هنية حب مصر كده يكلمك بالمصري حمود الزهار يكلمك بالمصري وبماذا انا ما حبتوش هي ناس غلابة انا شفت بيوتهم ببيوت غلابة ما بحبش الناس اللي تقولك ايه أسنو هم قاعدين برا في فناء يا عم يوائل الغنمة بالنبي يا الله يكلمك يعني ايه صلاحش حادا بالقنبلة اللي ندلت عليه دي كانت ساكن فيهم في بيت شعبي انما انها مقصدهم عايشين كده قصدهم يا جماعة مش كده هلو انتم مصريين بتقرعوا اليهود على المسبحة على السبحة انا كنت عاوز اخش الكنيسة الاسرائيلي الموساد او الشباك محاولش ان هو يجندك بيجسس عليك بيبعتولك ساقطات ضربت بالألم وضربت بالرصاص عارفيني ان انا مصري أصيل وان انا بقرحهم طاري عبدالجابر مو فقط على الأخبار من داخل الكنيسة القدس المحتلة السيد صفوط شريف لاني قال لي انت مستهدف انت مرمط الجيش الاسرائيلي ظهر في 6 اكتوبر وفي 7 اكتوبر انا الوحيد اللي عملت مع الرئيس مندلا هوار داخل المكان اللي هو يمسجون فيه اقطع دريع وامس سوريه ايه البلايو اللي بتتحدف علينا دي ايه دا يجيلك بعد 48 سنة اياك يجيب سيرة رئيس مبارك بغلط برأبت اوبا اول مرة في حياتي اشخ في البلطالون ان رح منك يا عين حيروح من قلبي فين دا القلب يحب مرة ما يحبش مري ايه سستوريه منوارنا في منصة ذات مصر خبرتك ايه اشهر براسل لمصر كلها في اسرائيل لا انا مش انا ضد ان انت تقول اسرائيل في فلسطين المحتلة الله الله وعلى فكرة ايه قبل ما انا هاطع قبل ما تساني السؤال ايه انا روحت فلسطين قبل الانتفاضة دي الاولانية التاني عفوا روحتها في وفاة الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد فروحت كنت ابقى روحت ابقلان روحت ابقلان السوري المحتلة وكانت عندي فكرة كده جريبة شوية هم دو ما يعيشوش مع بعض ليه ويعيشو زي سائق التاكسل اللي كان معانا واحنا جايين فكان عادي يعني يعني يعيشوا مع بعض كانت فكرتي كده ما تمشي متعمق بالفكرة القضية الفلسطينية والكلام ده كله كنت في البلطان والسومال والدول الافريقية والحاجات دي كنت كان فيه يعني فما كنتش موجود حاجة اسمها القضية الفلسطينية وكان عندي يعني التخريف اللي كنت ده بنسمحها دنبعه واراضيهم مش عارفه والكلام الفاطي ده اللي احنا اتضح لنا ان احنا كان الناس بعرضة استممنا بهذا السموم اللي ضلت مع الجيل بتاعي يعني الجيل بتاعنا ضل ان هو عارف الحتة دي بس ايه ويردت هذا الكلام لكن بعد كده لما عشت على عصر الواقع لقيت حاجة تانية ان انا غلطان فمن خلال رسائلة اللي انا كنت بعملها كنت بهاد من الاعتزام للشعب الفلسطيني على الافكار اللي كانت موجودة لدينا وده بتفكرني بحتة مهمة جدا ان احنا لما يقولك الخبير الاستراتيجي للشؤون السياسة ايه الاسرائيلية وهو لم يذهب الى تل قبيب على الاطلاق ان هو يدوس ويشوف ايه ايه اللي بيحصل في تل قبيب ويكون دي لقاء مع المؤرخين او اللي يقرل عن الصهيونية ويتعايش معاهم اللي انا عجبني الوحيد اللي كان عمل ده قد تقترف او تتفق معايا في هذا الاسم اللي هتراحه هو الاستاذ زي عماد الدين اديب لما رح وعمل مع ناتنياون وعمل مع مجموعة حوارات هناك وكان ده شجاعة منه واخبار حضرتك انه هو رح عمل هناك عشان يعرف الناس دي انت بتخطب الناس دي لكن في ناس يقولك ايه معنى فلان الفلاني الخبير ايه في الشان الاسرائيلي طب انت يا عمي رحت انت هناك فانا اتذكر كان السيد عبدالله كمال بيعمل البرنامج اسمه الاتجاه الثالث ولا مش عال برنامج ايه بالتلفزيون وكان ايه لما ييجو كان بتقدمه انه السيدة العظيمة السيدة السناء منصور فكان يتصو بيه ايه في اسرائيل يا السيد صاري شوف لين اضيفه ايه ايه عشان من الدفة الغربية او من عرب 48 عشان ايه يناقش فلاني يقولون طب يا جماعة هينقش مين باعه يقولون فلان الفلاني اقولون بس دا مانيوجش علاقة بفيه اقولون لا ازاي دا في المعاد الاهرام الاستراتيجي وكده بتاع يا جماعة مش شرط ان مانا ممكن اكون في المعاد كده ويه ايه 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 بس انا مانيش علاقة بيه هل جي اساي اساي ايه قالك وهو شرط اي شرط انه هل التقم عن المؤرخين فاعمل بحث عن هذا الشخص ملاوش انه هو غير بس المقالب بتاعته فاعتبر الخبير ايه فيه حضرتك شايف ان الخبير دا شخص لازم يبقى نزل على الارض وتحتكب الناس بالضبط بالضبط حتى ان هاي لازم انه انه هارده يعني انا مقدرش اقول انا احتكيت يعني مثلا ايه لما يجي يقولك واحد يقولك ايه يا عم دا ضربوا الفلسطينيين ضربوا وقتلوا واحد واصابوا عشرة بس ايه اصابتهم خطيرا قولهم دا العشرة دهم ماتوا يا جماعة دا العشرة دهم ماتوا قالوا دا اصابة خطيرة اقول له دا عرفتها منين لما كنت في مستشفى هداسة في اسرائيل فالتقيت مع واحد طبيب يهودي مصري وهو من ايه فلقاني انا مصري ولقى اللوج ومكتوب عليه قطاع الاخبار وكده ففرح فقال لي انا مصري قلت له انت مصري بس ماشي اوكي بس يهودي مصري قال لي اه قال لي انت بتعترفش بان يهودي ما انتون لا بعترف وكده فالمهم فقال لي فعدا نتكلم واحنا بنتكلم معه فاهمني قال لي خلي بانك لما يتقال اصابة وفاة واحد وعشرة اصابة خطر اعرف الخطر دا ميت يعني دا رقم حد عشر يعني اللي مات دا رقم حد عشر والعشر دهم دا انا ميتي بس بيعلن بعد كده بيعلن بعد كده ليه بقى المجتمع الاسرائيلي مجتمع فيه نوع من الخوف والجبنية والدولة دولة اسرائيل المختصبة للاراضي الفلسطينية بيتراعي الحتة دي ان يتبلغهم تاني يوم تلت يوم انما لا لما انا اصدق المقاومة الفلسطينية لما تقول المسر حماس يقول انا قتلت عشرين هو ما يقدرش يجدب مش هما مش انبيه عشان نادى نقول ان هما بقى ما بيجدوش لكن هو بقول صراعه عشان ما ينفعش ان هما يجي يقول ايه ان انا قتلت عشرين ثم بعد كده يطلع ايه ان اما اتنين لا انما الذي يخفي الاعداد والارقام الحقيقية هو الكيان الاسرائيوني لانه معارفين ان الشعب الاسرائيلي لن يستطيع يعني لن يرحمهم الحاجة محيطة انا ممكن تخذيه على حماس ما قلت ايه تهددهم تقولهم ايه انا 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 حقتلكم ده ما مات واحد من الاسرة بس هو ما قلت عشان هو عاود تخفف من الضغوطات اللي هي الضغوطات القام على ايه اللي في داخل لما لقيت حماس بقى ان الموضوع بقى ايه ومش هنوم لانه خلي بال حضرتك القادة الاسرائيليين الحاليين الذين حتى ببن غفير وسوماترش وابن جانس ووذير دفعهم وكله لا يعنيهم الاسرة فيروحوا في ستين دهية الاسرة اللي هم بتاع فيه طيب خلينا ناخدها من الاول انت الاخضار قذفت بك الى الجولان السوري في بداية الامر كان ده سنت كم؟ في وفاة الرئيس حفظ الاسد طيب مين اللي بعتك للجولان وليه؟ هو انا بص حضرتك انا كنت مو في قطاع الاخبار في كل دول فيه روحت افريقيا روحت مناطق الصراع كلها وروحت غطيتها تغطية فكان في ذلك الوقت كان الرئيس السوري بات فكان سيدة الوزير صفة الشريف قد تتفق او تختلف معه بس انا راجل باحترمه لان اشتغلت معاه مليش دعو بتاريخه او كده مليش علاقة بالموضوع ده انما انا الراجل ده اللي افضل علي بصراحة فاخترني اهل طريعة الجابر هو اللي يروح الجولان 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 السوري المحتلل روحت الجولان ليه؟ عشان اغطي اشوف ردود فعل الناس السوريين اللي هما ايه واقعين تحت ايه الاحتلال الاسرائيلي عشان نعرف هما الناس دي هل تأثروا زعلوا على وفاة حفظ الاسد طيب انت شفت ايه هل زعلوا على فاة اه زعلوا الحقيقة ايه؟ هل بيحبوه؟ كانوا بيحبوه كانوا بيحبوه او مش بيحبوه بيحبوه حبين شع شعبهم انت لما تشوف الفاصل اللي بينهم لما هما يقفوا كل مرة في الاسبوع ويشاوروا لبعديهم من هنا اللي في الجولان السوري وفي الجولان السوري المحتل ويسلموا على بعض والاشارات دي والاخر والكلام ده فكانت بتصعب عليك وتشوف الناس ادي حبهم للوطن يعني حبهم للوطن استبص حضرتك الوطن ده احنا مصريين بنحب وطننا بنحب مصر يعني انا بحب مصر بمرها مش شعب احب مصر بحبها يعني انا لما تبعت عن مصر كده بحس ان انا ايه؟ السمك اللي طالت من بحر اه عندنا يعني انت ممكن تقول ايه؟ في حاجات بتضيقك والاخر لكن برضو مصر قال لقائي مع حضرتك لقائي مع زملائنا لقائنا في الشارع خرجنا والاخر بس دي مصر هم هكذا بيحبت الوطن وهم عارفين ان فيه شفت لكن المجتمع الدرزي اللي هو لا الدرز دي اختلف عن السوري يعني معلش مجتمعا لا في الجولان دروز اه في مش كلهم نظمهم اه نظمهم اه هل من خلال معايشتك اه كانوا يحملوا لاسرائيل عداء؟ ولا المسألة بالنسبة لهم؟ عندهم نزعة مقاومة؟ ما عندهمش؟ بانه فيه جزء كبير او يعني مجند من الدروز في الجيش الاسرائيل؟ لا بص حضرتك فيه انا يعني انا معلش انا اللي انا رحت الجولان السوري المحتلة ده كان ما شفت الدروز فيه من يوم مكان اخر مالك الدروز لي من يوم مكان اخر لكن ليس مع ايه السوريين السوريين انت جلان السوري المحتلة جلان السوري المحتلة ده سوريا حابب سوريا عاشق سوريا اه اه قاعد مقصوب عليه اللي بيخصل فيه زي اللي بيخصل في الفلسطيني وانتو فاكرين ان الناس فاك لا ان عرب 48 فيه ناس بتستهلك سؤال بيقولك ايه؟ طب عرب 48 ليه سكتين لحد دلوقتي وما طلعوش بمظاهرات وبتاع عارفين انت ازاي ده انا ايه انت احتل بيحتليني بيضربني بالرصاص وبيقتلني لا مهم مش هيقدر يعمل حاجة يعني انا اتذكر السيد احمد طيبي لسه من قيمة اسبوع طلع علوم في الكنسة انتو لقيتو مش لقيتو كندرت جزمة السنوار مش لقيتو بطاعة الضيف طب انتو سيحبوا بقى بالغزة بقى اه لا اه لا يعني ما حادي اه اه انا انا كنت بقى عارف اني ما يقدرش يتكلمه لا اه لا قتل لا تهجرهم لا اه حبسهم اه يعني مثلا معركتهم دلوقتي ما حمقم لا صوته يعلى على صوت ايه؟ المعركة امتا ست البولان ودخلت بقى هو لا انا دخلت بخلص البولان سفرت سفرت على مصر بعدين كنت رايح اه بدايتي مع فلسطين انا كنت موفاة قطاع الاخبار اه في البوسنة والهارسك وغطيت حرب البوسنة والهارسك دي اعدت فيها اه حضرتها من اولها لاخيرها اه انا عاوز اقول شهادت فيها لم ما لم اشهده في حياتي الاجرام السربي لا يختلف عن الاجرام الاسرائيلي وشفت الدبح والقتل وله اه حاجات كثيرت جدا تشوفتها اللي حصلت للمسلمين هناك بصراحة وانا اه كنت بزيع رسائل لتليفزيون المصري لهذا الم عنوض خلصت بقى الحرب وكده وبعدين روحنا بدأت بقى امريكا تفتت يوغوزلافيا كان فكر الامريكي تفتت يوغوزلافيا فكنت انا رايح اغطي سلوبدان من السفتش سقوطه خلاص وكنت رايح جيت من لندن لان انا كنت مقيم ما بين لندن و اليونان لاني لندن كانت الوكالة الوشيش التبريس لان انا كنت تابع الوكالة الوشيش التبريس اللي ايه كانت بتخلي ايه يعني متوجهني اللي كانت توجهاتها بس التليميزون مصري قال ان عمصر يا عبدالجابر من اول ما بدأوا ايه ما يشتغلوا معهم تم تكليف اللي انا بطي سلوبدان والسفتش وانا في المطار وقابلت الله يرحمه السقرة فاروق ابراهيم كبير مصوري اخبار اليوم وده راجل يا عادت معي الزكريات حلوة ابو مع الراجل ده وابو في المطار يعني عادنا بنتكلم على عبدالحليم وفاة شدي او ورده وفاة موارده وفاة موارده لقيت التليفون كان لسه بقى الموبايل سنة 88-89 كانت طاضع فلاقيت الموبايل بادرب علي وكان قطاع الاخبار بيقولولي سنة اسكترتي سيد محمد الوكيل سيد ستاري الغي رحلتك بتاع على قطاع الاخبار لي يا جماعة قالولي الغي فلغيت الرحلة وحتى فاروق استغرب طوله عاوزين كده يمكن مش عاوزين تشوهم اصور كده فروحت قطاع الاخبار وانا رايح هناك كان تفكيري اي في اي و اي و اي و اي و اي لحد لما وصلت المكتب استاذ محمد الوكيل قال لي مهمتك مع اطلع فوق عن الصفر بي طلعت عند الصفر بي فاعدت الاستاذ عز عب فتاح اللي هي مدير المكتبه دخلتني اه ودخلت عنده فلقيت اتنين شخصيتين فقال لي هتروح معهم وحترجع قال لي هتغرب فيهم قال لي هتغرب بعدينه قال لي هتغرب بعدينة قال لي متأكد لانا هرجع تانية صفر بي قال لي اه هترجع تانية ورحت وكانت من هنا كانت البداية مين دول بك؟ من الاجهزة ورحت عشان ايه قابلت هناك بقى عرفت إلي أنا إزاي هروح إسرائيل وإزاي 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 ورحت والحمد لله قديت المهمة على خير المهمة اللي هي العملية أنت ما عطرتش لا بالعكس أنا بس كنت الأول كنت إيه خايف وكده وبتاع وكان ده أول اللقاء بيني وما بيني السيدة عمر سلمان وشفته هناك وكده وسلمت هو بنفسه اللي دا لك الكريدت أه يعني رجل أنا أكل له اللي أحترام والحب وكل الجهاز يعني بصراحة والحياة وروحت بقى وكانت دي البداية بقى هو خلص إدا لك بلك الخطوة طيب أنت سافرت بقى احكي لنا بقى إيه من ساعة نركبت الطيران تركبت الطيران إيه وهبط في مطار إيه ومين استقبلك سافرت بطر طلعت على إيرسينة كانت موجودة في ذلك الوقت وطلعت وروحت بعدها أتذكر لأنا رحت تلعبيب أما نزلت رحت رصفت بيه بصري لأنا وصلت بعدها وصلت بعدها بثلاث ساعت يعني أو أربع ساعت على ما أعتقد فروحت وكان صفت بيه كان موجود فالمهم فعزة قالت له أستاذ عزة قالت له عزة عبدالجابرا موجود بره وكده وطاع قال لي أخد دخليه فهو لما دخل دخلت فمصلي قال لي رجعت يعني هم أنا ما أعلق على حاجة أفهم عن إيه إنه تدفع خلاص نفذ كل اللي إيه التعليمات وصلت تكنها الله قلت له حاضر قال لي التواصل مبيني وما بينك قلت له القطاع قال لي ما لقيش علاقة ما لكش علاقة بالقطاع هل في توصيات يعني أنت قلت تعليمات هل في توصيات معينة بتاخدها بس يعني إجراء شخصي أمني يعني في توصيات معينة أنت قلت إن في تعليمات معينة أه طبعا أنت لازم تعرف يعني أنت رايح أنت رايح دولة الكيان هتتعامل مع مينة هتتعامل مع مينة يعني أنا النهاردة مثلا طبعا نازم هتتعمل مع سيد السفير محمد بسيوني كانت ذلك الوقت مستاذة الله يرحمه أهب الشريف اللي مت في العراق وكانت ليس صداقة وكنا بنوعد نضرب على العود ونغني وكان صديق لبريك حمدي على فكرة هو كانوا حكالي حاجات كتيرة جدا عن بريك حمدي تعرف إن هو أحد أسباب ما قتله في العراق إنه التنظيم اللي خطفه كان يعني حصل على معلومة أنه كان سفير لمصر في تل أبيب ومن أجل ذلك قتله لا هو معروف أصلا أنت بتروح لأي بلد بتقول ليك فهو كان وزير المفاوض ما كانش سفير وكان إنما لما مشي بسيوني فترة ما هو قائم بالأعمال بإيه بأعمال السفير سواء كان وزير المفاوض أه أنا سمعت عنه إن هو حد كان وكان بيرا كنا مثلا كان تحتي لي عنه شوي كان الله يرحمه أهب شريف لما كنا نروح مثلا يتصب بها يقول لي أنت عارف يا طريق السبت والسبت جمعة والسبت أجاد عندهم الإسرائيليين بقى ليه وكده فتيجي تحب تتعشى معي الجمعة ولا السبت قوله لو تختاره بس إيه لو الانتفاضة خليها يوم السبت عشان إيه الانتفاضة إيه جمعة بيكون إيه شديدة فقلنا نروح يوم السبت أتذكر وإحنا رايحين ففقلت معا مع عود فقالت له إيه ده عود وقالنا على البحر وهو إيه وقالنا إيه إن راح منك يا عين حيروح من قلبي فين ده القلب يحب مره ما يحبش مره ايه لم نروح وكان صوته حلو وكان صديق لباريخ حمدي ولأنه كان ملحق في فرنسا وكان حابب باريخ حمدي وكان مثقف وأغلب اللقاءات اللي أنا عملتها مع الشخصيات الإسرائيلية كان هو السبب يعني كان يتصل بي ويقول لي أو استعمل مع مين أقول له مع فلان أستاذ جامعة أستاذ كده وقلت بقى إيه بعمل معهم اللقاء ولما راح العراق وأنا كنت فيه قال لي أنا رايح العراق ما تيجي معايا تيجي معايا وتبقى مندوب مصر وأنا أوصي إلي أنت تكون مندوب مصر في العراق وكده وبتاع وتقول لي للا أنا رحت العراق مرتين وكده وبتاع معجبنيشي آآ المناخ إنما الشعب طيب وضو شعب حيل وكل بس المناخي ما عجبنيشي هناك آآ عشان بس ما حدش يفهم غلط يقول لي يعني المناخ الجوي يعني آآ طقس يعني آآ طقس إنما هو إنسان الله يرحمه وكان مزاكي ومحب المصر جدا آآ وكان يعني فيه بس هو راق خدر آآ معلش آآ عند ربنا بقى يعني الله يرحمه طيب أنت بقى سفرت ووصلت المطار مين استقبلك وروحت بيت فيه حكي لنا بقى أنا ملعزة أعرف الأجواب بقى وانت بعك عن تل قليل أنا أولا ما روحت دي كانت تعتبر تانية مرة لأن أنا كانت تانية مرة عند المطار من جوريون يعني آآ كان نزلت وروحت هناك وقابلني كان أستاذ عصام اللي هو الملحق الإعلاني كان في ذلك الوقت وأتذكره كان نسان متدهين جدا ونسان محب لما روحت على كان بس فيه موقع كده حصلت في المطار أنا كنت داخل بالجواز اليوناني أنت والدت حضرتك يوناني آآ بس خلال اليمن يعني آآ والدتي آآ يوناني يا الله أحبículo مسلمي الحمدله رايح هناك داخل في المطار إسرائيل فبيبنوني وأقول planned مرحل إعلامي بيئة مني. فإزاي ده دخل باليوناني ومرحل إعلامي مفروضي بتاع اليونان هو اللي هيستقبله. فالمهم استغربه فوقت له ملاقة أنا معي جوات صفر مصري وبتاع قال له طيب ما تخذها هات نختم لك على جوات صفر مصري وترم لها. أنا عودة أختم على جوات صفر اليوناني. وختمت على جوات صفر اليوناني ودخلت في يونان وخمت أول ليلة بقى ليه بياد في تل عديد. لان مرة فاتقت ورحت من نزلت من بن جوريون على إيه على جولان. لكن المرة دي نزلت الآن دي. ورحت للأوتيل وتاني يوم كنت عندي مقابلة مع سيد نحمد بسيوني. وقابلته واستقبلتني وكده وكان هو الله يرحمه كان يحب تليفزيون جدا. كنت مقيم في فندو؟ كنت أول يوم الإسباع الأولاني في فندو لحد ما رحت القدس ورحت بقى القدس بقى ناك. أعادت ما بين فندو وما بين شقة يعني. كان يعني شقة وفندو شقة وفندو يعني. وأعادت هنا وعملت يعني الحمد لله كان رسالة كانت أو رسالة ليه ما كانتش الناس كانوا منتظرين أو رسالة مني أن يكون من داخل الانتفاضة. والقدس دي بقى والبتاع والدنيا مولعة والكلام ده كله ده. لكن حصل أني أنا قدمت الرسالة من أم الفحم. وكانت رسالة يتدرجت أني أتذكر أن رئيس التحليل لذلك الوقت لأستاذ جمال ناجي كان بيكلمني يقول لي يعني إحنا جايين نعمل للقدس عدوية التاملة ومفحمة طوله تفرج على الرسالة. لما تفرج على الرسالة لقيته بيتصد بيه بيقول لي أبو ساكمانين انت قدمت لنا ديكومنتري ما يتقدمش إيه إلا واحد يعمله. كان عن ايه؟ كان عن عرب 48 اللي تقتلوا في الانتفاضة. كانوا 300 في نفس الوقت كانت القوة كان هم قاموا بقى وما يشدعوا أخوانهم الفلسطينيين والأخر والقوات الإسرائيلية ضربتهم. فكان لازم احمل ايه؟ الوجه الا انت احد بتكلم عن قدس اديها هيدلاينز ودي أخبار ودي كده ودي كده بس ايه في جانب اخر كان لازم ايه اللي انت ايه تقدمه. اه فدي كانت اه في ودينة بقى. وزي ما عبد الحديد. كان سنة كم بالزبط؟ ده كن في سنة 2000. ام. انا قدت الفين لأ 2008. ام. 8 سنين. اه. كتير. وقت مش قليل. مش قليل. لا ده انا قليل. انا انا لو انا اقول لك الحاجة انا نفسي كنت قاعد طول حياتي في فلسطين. كنت مرتحناك. اه لما تشوف الظلمة على شعبة بيتقتل وبيتدرب وبي. والحاجز الناس بتمر ازاي والزل اللي بيعشو ازاي. تقول اه الناس دي انت لازم توقف معاها وتوقف معاها. هل فعلا قابلت محمد الطيف؟ اه. اه. قابلت محمد طيف ممصر. ممصر مصرح. وبيجيد الفن الاسلامي يعني. واخبال حضرتك. وقابلته وهو شاب كويس جدا ومحترم. وكان يعني البعض يقولك ان هو كان بيتهرب من الاسرائيليين. ولا لا لا. انا فكرة هو كان يقولك اه اه انا قابلته وتعرفت عليه من اه اه عند الشيخ احمد ياسين. وتعرفت عليه وكان رجع وشاب كان كويس جدا وهو لحد الوقت يعني انا بعتبره. يعني انت شفته سنة كام وكان عنده كم سنة؟ لا كم سنة دي باع ايه معاها. هو دلوقتي الداخل في الخمسة وخمسين يعني رجل كبير يعني مش بيه بس هو محترم. ومثقف. وعلى فكرة بيحب مصر. هو اصله مصري. يعني جزوره مصرية. اه اه. وقابلت يعني اه بيحب مصري جدا. ما اقول لك والله العظيم. مش دفاعا عنهم بتوع غزة. يعني بتوع غزة بيموتوا في حدث مع مصر. بيموتوا. وبيحبوا. بس انا انا رحت هناك مرتين وشفت ده بعناي لمسته. اه. وشفت وشفت الشهامة والجدعانة. وغاية مصرية. غاية ابن بلدنا. غاية عاوز فول عاوز طعمية. ويعملوا فول مصري والطعمية المصرية وكده. قابلت الشيخ احمد ياسين. هذه حكاية. اه احكيلي. هو كان شيخ احمد ياسين. كان عندي تعليمة. ان انا ابتو حماس. مش ما يطلعوش يعني معانا في التليب. لو تفتكر السنة. قول لي سنة كذا. قريبا حتى. كان لواحد او اتنين. فكان عندي تعليمة ان هم ما يطلعوش في التليب الزون. هم. هم. هم والد جهات. انا بصراحة. اه دايما ايه صاحب مقول. طرح انت بتشتغل عند حد. قول رأيك. بس ايه اربط الحماس ده معه صاحبه. هم. بس. انت صاحب الشوق معه بس كده. فانا اه روحت هناك. وما كنتش بعمل اللقاءات مع الشوق. مع اي حد من حماس. لا اه لا القيادات ولا الاخر. التامن مع فتح. مع فتح. مع مروان برجوسي. مع وعمل اللقاءات كتيرة جدا. ومع محمد دحلان. وهو كنت بعمل اللقاءات كتيرة جدا. انت لا بقى فيه. وبتح حماس تلاحظه. ان في لهجة كبيرة جدا. في شاشة التلفزيون المصري. لما انا روحت في فلسطين فهي فوقي. ان بتو حماس بيقول هذا. واحد بيقول القدس المحتلة. واحد بيقول قطعان المستعمرين. الذين يعيسون في الأرض ايه. فسادا. وفوقه عملت انا تقرير. كان من عكا. وبقول ايه. عكا فلسطين المحتلة. اه. احتاجه. لو اه كان مزيرة خارجية في نفس الوقت. ايه درويكس فيه. انا صدق التصريب في مصر. الدربادي. فاحتاجه ازاي ماكا تقول ده ده. فيه كلام نقطلهم. غلطة. ثلعت. فاااااااااااااااااا افتكرت عكا. انا هناك كنت بتفرج على فيلم بمصر صراح الديد. فافتكرت واني عكا. فاقرأت ان انا اتخرب من ده. المهمة عشان ما نخرجش عن السياق. فحصل ان انا لقيت دعوة مهدهالي اللي انا احضر زومت عشر لالصحفيين انا الحقيقة كنت رفضت اللي انا احضر ليه لان انا حروح لدم يعني تغطي فقال لله يا عم ما تغطيش وبتاعوا الكلام ده وتقولوا لا بعديها فجبت باني جاه السيد سعيد ابو شرب الله يرحمه والمجموعة بالحماس جمهوا قالوا لي تعانا لازم فقاليت الاستاذ صلاح جمعة والمجموعة الموجودين قالوا لا ازاي بقى انت مجيش تعيب يعني الناس جتلك لحد عندك فروحت لما روحت هناك واقعدت هناك وفي الحافي فاخترح السؤال من السيد اسماعيل هانيا ما تحبش تعمل لقاء مع الشيخ احمد ياسين؟ الشيخ احمد ياسين؟ طب اعملين بس هزيعوا فيه هزيعوا فيه انا احب اعمل لا اعمل واللي صالح مين؟ فده خيد فقال مهمه فقالولي فقر ففقرت انتصلت بصفر بي كانوا اسز وناقلة نايف عبدالله سكرتيرو فقالت له انا انا اتكلم مع صفر بي يعني كده فقاللي فيه حاجة قلت له اه فيه موضوع كده وبتاعي طب فيه ايه وكان يحبني او نايف عبدالله فقاللي فيه ايه هاني؟ ترى بالله انا اعود اعمل لقاء مع احمد ياسين قاللي احمد ياسين تعالى الحمد لا ترى قاللي احمد فقق منه مداملش مشاكل فقالل لا بس يا انايف وصلني بالله وزير بعدها بربع ساعة اتكلمني الوزير وانا بتكلم مع السيد صفر بي اغضا يرحمه يعني ايه اه هو دايما بخش مع الجنة يعني يدينك يحس ايه الرعب عشان ايه 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 يهدك كده في الاول ايه 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 تلو عوضا كلمه او ايه خادر لك في وانضروه قال لي ايه هو تلو بس تجيني الامان قال لي ليك الامان فضل تلو انا اعود اعمل اللقاء مع الشيخ احمد ياسين قاللي نعم يا اخويا اه اوضع من اللقاء مع احمد يسين حضرك بدتني الامان ولا سحبت حضرك الامان قال لي لا الامان معاك بس ريه ومغسر ادمارك ومش عارفه بيهددوك في حاجة انا اتكلم ده احلان ومش عارفه بطلو لا لا اقول اهددوه ولا اي حاجة بس انا حاوز عملي معامل لقاء فطولي الفندم ازاي يعني عاوزني عملي معادة البلدس انا عاوزني ايه اللقاء وايه وكده وكده عشان اعمل قدش ان احنا عاديين فتح 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 وبنعرفش الدنيا هد90 حيحصر فيا ايه بعد كده قال لي طيب خلاص هنروض عليك عكyo خلال 48 ساعة خلال 48 ساعة دي كان في زيارة السيد عمر سلمان عمر سلمان كان جايه فيه فانا اولا ما راع فيه فكنت بغطي طبعا ساعة المزير ورايح جايه وابتاع رح اه 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 دفه ورايح اأه أه القدي فاااااااااليب لكنيور القدس وكده بتاعه مهم فكانت بالليلة تبقي حفلة عشا مهمونة فلاقيت المسلز هاب الشريب يوطيب قولي السيد السفير بيقولك تيجي لحفلة العشا دي عشان السيد عمر سلمان اوزيك تلو انا تلو اوه انا كنت قابلت السيد عمر سلمان قبل كده قبل ما استفر كيان الاسرائيلي وبعدين رحت سألني سؤالي وانت عرصت قبل احمد يسين قل لي لي قلتول عشان نفس الكلام انه قلت السفير بي واحدة اثنين ثلاثة اربعة فبصلي كلها هو كان زكي ملماح وهي ويعرف كيانا يعرف انت عاوز تقول ايه بالزبط او انت اكيانا فالمهم فانا كنا عاديين في التربيضة وانتها خلصنا فالمهم هو هو ماشي خارج ووصلوه يعني كان طالع من العشا على طول على ايه المطار عشان نسافر على ايه القاهرة فلاقيت بعمل كده هو وماشي طري عبد الجابر الرد ايجيلك بعد 840 ساعة انا قلت ايه يا ابي شريف الله يرحمه تقوله خلاص انا مسافر خلصت المهمة يعني يا رجل بعد 840 ساعة جال الوافقة على اللقاء وكان صف وبي يكلمني وقال لي اعمل اللقاء وهتعمل طبا بعت الاسئلة يا فاندو ممكن نخددكم تراجوا عظيمين من الحاجة بتاع قال لي لا 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 اعمل بسئة ده ما انت عارس وعملها فيه بس حالة واحدة بس اياه تيجي بسيرة ايه رئيس مبارك بغلط برأبك خلاص بس اوكي الحقيقة طرحت وغسط وكلمتهم وانا فيه اللقاء بس اعاوز اعمل ايه برومو بتاع وجيت روحت من القدس الغزة وروحت عملت البرومو بتاع وكله ونتزلنا بقى دعاية بقى وفيها وكانت صباح الخير يا مصر الصبر يوم لاربا اتذكر هذا الوقت ساعة تمانية بالليل لقيت الاستاذ السرير حافظ رحمة الله عليها كالترئيس خصم الاخبار فتتصل بيا الو طارق ايواء اللقاء حيكون هاوة ايه هاوة مش تسجيل طب ليه ومش ليه ومالكلام ده قالت ولا ليه ومش ليه القلبة هي عيبه هاوة لا تعليمه اكلم صفه بيه التعليمه كده خلاص انت ايه هاوة بيتفكر احمل ايه اسوي ايه طب فيه انا كنت علمت من القاهرة من بعض الجمالين بعضين تقع خطير زي ده وهم خايفين ان هو يجيب سيرة الرئيس مبارك بحاجة مش كون يسأل فيخلو هاوة مش مفهوم يعني بص ما كانش يعنيني اللي انا كنت ايه اللي انا احمل اللقاء كان ده يعنيني ان انا عمل اللقاء مع شيف حمزيني يعني كنت شايف ان انا لما عمل اللقاء ده يبقى برضو الواحد يحط في السيدي انت عملت مع واحد وواحد مش صغير واحد اه مؤسس هركة قوية يعني فالواهم اعملت اله اه اه روحتي بها اعمل اللقاء وانا رايح واطع وحضرت الاسئلة ويه القاهرة يتكلمني وانا اكلم القاهرة والله يا استثري يا اه جينا كان معنا الاستاذ جمال الشعر والاستاذ اه اه امان ابو خذيم وكانوا موجودين يقدمونا في صباح الخير يا مص اه صباح فيه النهاردة هيكون معنا على الهوا مباشرة للقاء بين الاستاذ طاري عبدالجابل زمنا طاري عبدالجابل والشيخ احمد ياسين اول مرة فيه اول الوحاببية الاتنين طاري اه قلنا شعورك ايه وانت رايح تعمل اللقاء شعوري كويس طب فيه حاجات في القواليس والا اللقاء ده وكده وفتاة ولا حي يعني ايه كبقوا انت طاري نسيبك كل اللقاء فيه اعملنا اللقاء كان ساعة وكانت ارفق ايه فيه اول نص ساعة الدنيا مش هاتيس تمام وكل جينا النص الساعة التانية رجعنا في النص الساعة التانية بعدها بعد الصراحة كانت عوالي عشرة تابعة عشرة دايقة بالزرق واولى مكافيه وهم كانوا بكلمونا برافيا طاري حلو وكله تمام تمام اللقاء ده اه كان مشاهد في المؤسسة الرياثة وفي كل حتة يعني وجينا للديئة بقى اللي هي الحاسمة تقوله لم يتبقى ليه وقعدت كده معهود كده اه شيخ احمد السين لم يتبقى ليه غير سؤالية سأل اول امنياتك للانتفاضة وماذا تريد ان توجه لمصر فقال امنياته للانتفاضة وماذا تريد بقى توجه لمصر شعب مصر وكده قال لا انا عز وجه يا سؤالية للرئيس المبارك اوبا انا والله العظيم اول مرة في حياتي اشخر في البلطر وشاخيت مية مية نادلة 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 وفتح حنافية شاخيت حياتي وحيول ايه الراجل ده واول مرة اسمع دقات قلبي يعني شوف البناء ده متسمع دقات القلب حينوت فات فيه اتفتت فلاح المهم من الراجل تشكر فالرئيس المبارك وشعب مصر والو الاخر والكرم ده فانا عمد خلص شكرا لك شيخ عحمد ياسين واماني وفي دقاء 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 واشتطني الله الى اله يا حرب عليكم قلت وعدين اتحك والمية وفيه انت شخيط على روح اخو طوله بقى بلاشخ واموت لقيت التلفون بيكلموني من القاهرة انت ازاي تقفل على الراجل الراجل بيشكر وبيعمل انت بتقفل ليه قلطولهم ده انا حفير اكلمني بقى السيد السوفة الشريف قال انت ازاي تقفل قلطوله يا فندم ده الراجل ممكن انا اخاف ان هو فيه قال لي لأ مكانش فيه الراجل ماشي تطب لو غيرت قال لي برقابتك كنت زنان فيه لكن ايه والسوفة ليه مكافأة حمسونين دولار في ذلك الوقت على اللقاء التمام اللي ايه ايه اللي حصل الحمد لله حمد لله عدت على خير اه حمد لله على السلام قول لي قابلت الرانتيسي مشعل لا خلت مشعلها قابلت اسماعيل هنية اه طبعا حكيلي عن الشخصيات دي موقفك معاهم لا اسماعيل هنية احب مصر كده لو يتكلمك بالمصري حمد الظهار يتكلمك بالمصري الظهار ام مصرية انا شكرا اه 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 انا الناس دي انا مبدفعش عنها لهم لهم عليهم عليهم لكن لا انا بتكلم هنا عن الجوانب اللي محنش عرفها اه يعني تحب بتاكل ايه مطارع ملوخية تحب بتاكل الانب تحب بتاكل مش عارف ايه وناس بوسطة ناس غلابة انا شفت بيوتهم بيوت غلابة اه يعني انا ما بحبش الناس اللي تلا فيه استواما عاديين بره في فنائي يا عم وائل الغنين من النبي اللي قال ليك يعني مش عاوديين من نهلة فيه عاديين فيه طب انا هاسأل سؤال هي امريكا لما تفاوضت محرك الطالبان فاوضت فيه فيه قاطر التفاوض بتاهم كان بنيهم مكتب في قاطر مهم عشان انت تفاوض امريكا تفاوضت فانت كان بنيهم مكتب فانا ما عش حافظة فيه امريكا امريكا على المستوى الانساني امريكا بسطة بيوتهم بسيطة جدا وسافلين مع الناس صلاحش حاجة اللي هو كان خافيه كان ساكب فيه والقنبلة اللي نجت عليه دي ايام اه 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 دي كان ايه كان ساكب فيهم في بيت شحدي يعني عندهم في بيوت شحبية يا جماعة انما انها ما اصدموا عايشين كده اصدم يا جماعة مش كده يا جماعة الناس دي بتاكب هي بيعوضوا على الارض وحافيه ونس سهل على اللبسة حافية وعيالهم ايه وبيعلموا عيالهم وبيعلموا كده وبيخش اه الجامعات وبيخش الجامعات اللي هي موجودة كده وبعدين عاوز اقولك على حاجة هو انت النهاردة يعني محمد الدب دا كان ممثل مصرحي فني وبيبثل عن مصرح الاسلامي وحاجات دينية وحاجات وكده وبتاك طبع انت قفلت عليه انت كنت قافين عليهم محاصرينهم اليهود هم اللي محاصرينهم اليهود فيه بيدوقوا بقى يعني دوق من ايه من السم اللي انت غير عملكه ده دوقوا فيعني انا عاوز اقول الناس دي بوسطة هدومهم بسيطة ما شفتش البرفوين ما شفتش اللي كده ما عاد دكتور عبد العزيز ده ده دكتور دكتور كبير اياله اولاده اه وشهداء ماتوا وقتلوا فيعني ما منعودش لهم لهم وعليهم وعليهم مهمش ملائكة لان الملائكة لا تسكن في الارض مين حورتون بقى في الجانب الاسرائيلي اسرائيلي شامون باريس اريك شارون مهود باراك اه اشياء المفايز اه وغيرهم 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 اه انا اتذكر عم اعملت مع وزير خارجية دي بي ليبي وزير خارجية اسرائيل في ذلك كان ذلك الوقت في حكومة اللي كود فاولا ما اعملت اللقاء معاه اعملت يا فاه وااه و تذكر ما لم يكتم قام خليف therapist مين رفض بعد كده قلي بعد اسرائي التانية قل لي بص لي كده قلت له ليه هو بيكلم يهودي مغربي هو قال لي قلت له ليه في نحن غلطنا كيف أنت بعادة قال لي لا قال له انتم مصريين بتقرأوا اليهود على المسبحة على السبح عدد السبح دي انتم بتكرهه فيه فقلت له بس ليه يعني انتم حضركم فيه لا مش هكمل اللقاء فعاتي ففيه لما عملت مع شمعون باريز عملت مع شخصيات كتير كنت تذكر لما عملت مع شاول مفايز بقول له كم عدد الدبابات الإسرائيلية اللي موجودة في إسرائيل قال لي كل طفل إسرائيل ليه دبابة مفايز مفايز عملت مع هود أون مارت اللي هو كان بكس ذلك الوقت لمحافظ محافظ القتس بلدية القتس عم أنا أقول لك على حدا فيه لقاء يعني حصل أن أنا كنت عاوز أخش الكليسة الإسرائيلي ما ده فراط هم كانوا دعيني عشان يقولولي إزاي إن فيه من النيل للفراط الخريطة بتاعتهم موجودة على الحلم الإسرائيلي من النيل للفراط المهم كان رئيس البرلمان وهو عاود أتذكره هو كان يهود الغربين وكان متفتح الرجل ده كويس جدا وعلى فكرة الرجل ده أنا أتذكر هو ما تنبع بطبع طفان الأقصى لأن لإني قال جملة أنا عاود أتذكرها قال ما نفعله نحن مع الفلسطينيين سيؤدي إن في يوم من الأيام صدقونا القوة الغالبة له وليس لنا دي جملة أنا لن أنسيها إيه إطلاقا وأنا عاود أتذكر ده لإني ده كان رئيس برلمان في ذلك الوقت وكان رجل محنك وكان رجل سياسي وكان رجل فاهم ما إيه يعي قول لي في خلال الثمان سنين المساد أو الشبك محاولش إن هو بيجندك بطلب منك ليه؟ بيجندني ليه؟ ده أنا واحد غالبين أنا أنا مش رأى مش هدف بالنسبة لك مش هدف بالنسبة لك مش هدف بالنسبة لك محدش يتجسس عليك ما هو ما كانوا بيتجسسوا عليك يعني أنت فيه بيتجسسوا عليك بيبعتوا لك ساقطات ساقطات فيه فلاوك اللي انت رجل متسل بتصلي بتصوم كان بيبعتوا لك ساقطات ازاي؟ يعني تيجي واحدة للصحفية تعالي نصر ومش عالي فيه بتاعك وتقولوا لهم مش عالي يعني بيزعلوا الدعوات اللي أنا أماما كان يبقوا لي دعوة أنا ما كنتش بروحة يعني أنا ما كنتش بروحة إيه أنا أنت ما كنتش متزوج وعطت فترات سيئة لا لا ما عادي يعني بص أقول لك الحاجة على فكرة الأحداث كانت هينك سريعة وساخنة فما كانش ايه بتخليك اللي انت تنام انت كنت احنا في يوم وعملنا عشرة تقاريف في يوم واحد لأ فانت الأحداث كتيرة جدا قول لي انت هناك كنت بتاكل من أكلهم من الوطاعم أه يعني لا ما كنتش باكل من أكل اليهود انت بتطبخ لنفسك؟ لا في البيتي اه فما كنت قعدت في البيت كنت ببخ لنفسك كان انا وجعان بره حاببت تطول لبري لو كنت جعان بره كنت اخذ باسكوت بتاعك اروح محل فلسطيني محل فلسطيني عشان عشان تعالت بس انت برده كان 8 سنين اكيد كان ليك وسط تعرف ناس يهود يورم بن نور بس الصحب المغربي اليهودي اسمه ايه؟ يورم بن نور ده كان ما دخلتش بيوتهم؟ دخلت بيوت اسرائلين اه دخلت مستعمرات دخلتها بس مستعمرات يعني غلاف غزة ده مستعمرات غزة كانوا قابلينك 8 سنين يعني قابلينك وسطهم حدش بدايئك بتعاموا معاك لا كان في مدايئة كان في مدايئة مرة ان انا اتضربت بالألم و اتضربت بالرصاص لا حنيجي للقصة بتاعت المحاولة الاختيال يعني هنا بس بتكلم هم كانوا بيعتبروك يهودي فلاشة كان يظنوا انه لا 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 هم كانوا عارفيني يهوو مش يهودي كانوا عارفيني ان انا مصري اصيل وان انا بكرههم ودليل ان انا لما جيت ماشي فكان بيقول لي اه الرجل بتاع بيت اجرون المدير المكتب الاعلامي بتاعهم انتوا بتنصر بتقولوا اللي واحد بتكره عاوزين يمشي اه انت تضرب وراء يقول لا انا انت تضرب وراك ازير اه 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 قال لي انت تضرب وراك ازير لسبب لان انا كانت ايه اصلي بص حصل خلاف بيني وما بين السيد محمد محمد السوني في المصر الله يرحمه في يوم الايام ناداني طلب مني ان انا ليه لانا فيه واقعة اه اا ابراهام بورج اللي هو اااا اللي رئيس البرلباني ابراهام بورج انا لما روحت بعده ما هزمه مجاهد اه اه انت فوّدت الحتة دي لانه كانت حتة مهمة ااااااعدم مجاهد اضغط عدمي بشارة اااوب لما طلبني وهو هوا وأحمد الطيبي واخر وكلام ده واخر ورؤي اناك ورحت هناك وكده فارفت حاجات كتيرة جدا وضحات الكنسة ودخلت الكنسة ولاخر وكلام ده وعرفت شفت مين المفرد وكت انا داخل بحجة ايه كمان عملت اللقاء مع فرانبورج وعملت مع فرانبورج يا اخوار طلبت منه طلب وطلعه الاخر بقى بقى بطلعه القدائين دل بكرة بس انا عاوز تطلب منك بطلب بسيط قال لي ايه؟ رحاوز اعمل الستند من فوق قال لي يعني ايه؟ قلت لي يعني الستند يعني عاوز اخد الكنيسة تقوله وانت وانت بتتكلم جوه في الكنيسة وكده بتاع واطلعنا من الشرفة وهي كده بتاع قال لي بس انا دي ما اكلم قناة عشرة لان قناة عشرة دي هي اللي بتزيع الحاجات دي من سمعه اللي وقت له انت مالت انت مش معقوله يقوله الرئيس البرلبان يقوله لا اهل ده يقوله لا او لا او لا وقلت بتجرب كده فجرب فكان الموجود واحد رئيس القناة هناك وكان هو بيحب يعني ايه اللغة المصرية وكده بتاع وكان بيحب الليلة المراد ومكرسون المشعر فيه وبتاع والكلام ده فوافق فانا انا مطلع طبت من المصور كانت زميني تربص هي هتتقال مرة واحدة مش هنعيدها مرة تانية واسبط علي خلص وبتاع والكلام ده من حظ الحلو اللي كان الراجل اللي فتح لنا الشرفة اللي كان ما كانش بيحبها معربي فانا قلت من هذا المكان وهو اخوه الذي اقف فيه الان هذا المكان ان هذا اذر كل الحروب قرارات الحروب ضد جميع الدول العربية وارادوا فيها ان ايه يدمروا العلم ولن انسى جملة قالتها قل دمئير في هذا المكان حينما قالت في جملة جملكها قلتها الشهيرة انني حينما اعتدوا على اعتدين على القدس فكنت اخشى من نمء نام طوال الليل ولكن وجدت العرب هم النائمين والان العرب اصبحوا ايه صحيح طالع عبدالجابر مو فقط على الابار من داخل الكنيسة القدس اللي محتلها اوه قلب الدنيا محمد بسوني جاء اكلمني لما شافها زاعت زاعت في التلفزيون المصري بلا غبار والحقيقة انا بشكر رئيس التحريق جمال نازي ذلك الوقت اللي عما سمع وكان عنده حس وطني وزحها وعلى مسئوليته والاخر وكلام ده والرقافة عدة الموضوع الاسرائيليين بقى لا زعلوا فقلت له السيد محمد بسوني قلت له السيد محمد بسوني احنا انا جاي اخدم مصر والقضية الفلسطينية ومصر لها حب وتقدير لدى الفلسطينيين ولا يمكن ابدا ان انا ايه اروح للطرف الاخر وتفهم السيد محمد بسوني هذا الكلام وساعتها تقول وحضرتك كنت بتقول عليهم عرب اسرائيل هم مش اسمه عرب اسرائيل هم عرب 48 هنا كان اول مرة ينطق سيد محمد بسوني كلمة ايه عرب 48 والسيد محمد بسوني كان من دعاة التطبيعة يعني وكان حد علمي علاقته بيهم كانت شكلها ايه وكانت عامل ازاي وكانت علاقة قوية باعتباره صفير مصر يعني هما نفسهم كانوا بيحترموه وحبين وجوده اه وزعلهم مش هم هم هو كان مؤمن بقضية السلام كان مؤمن باعتباره اه طبعا يعني هو فيه لكن اه هو كان شخصية داهية هم هم قولي ايه بقى موضوع محاولة الاختيال ده لا هي كانت محاولة اه انا مرت شين مرة مرة اه على فكرة انا اول اجادة اندلها بمصر كان بناء على طلب السيد صفوط شريف لاني قال انت مستهدف بلاد امتين دل عشر تيام وكنت حقيقي كنت مستهدف الاستهداف الاولاني حصل لما كان رئيس رئيس الله الحم المرحوم يسر الرفاق لما كان اه في الرياسة وكان محاصر فانا وان رحت ايه رايح هناك وانا خارج ضربت بالرصاص بالرصاص يعني كانت تم تنجيت فيه والرصاص جاي هنا واللحمان يا ربنا والترايبوت لاني كنت اعطت الترايبوت جبية فالرصاص اجدت ناحية ايه الترايبوت وكنت لابس طبعا بست والحاجات بتاعت ايه لانا كانت المدينة كانت محتلة وكان الرعب الاسرائيلي كان جاي من قوي المرة التانية لما ضربت على الحاجز بالقلم وكان اكون دي عاوز يتردني بالرصاص كانت على الهوى كانت اه بس وتقلبت الدنيا بصراحة اتقلبت الدنيا بس انت ساعتها يعني مش حسيت ان انت لو كنت ردت له القلم ده يعني كنت يعني فشيت غليلك فيه كان بس دهيت واحد فلسطيني يمسك ايدي قال لي اقتبك هو بس بقتلوا على طول عندهم الامر امور 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 كتير جدا عندهم انه هو انه هو يقتل ويدرب ويعمل على طول كان دم غفير دلوقتي بقولهم اه اه اقتلوا اذا كان احد الاشخاص مات في السجن النقب وبنغفير قلهم استمت محزبته مش كده لا لم يتم محزبته لم يتم محزبة ايهوتي حينما يقتل طفلة حنان امان حجو وهي طفلة صغيرة لم يتم حساب المستعمرين لم يتم محزبة ايه ايه بنادم في اسرائيل لم يتم محزبته على قتل فلسطيني الطفلة حينما تم حرق طفل فلسطيني بالجاز وكل ده لم يأخذ حاكم عليه ثلاثة شهر وخرج من الحكم الصدر منه ثلاثة شهر يقعدوا بيته عن سوري لا طبعا النظام عن سوري النظام ماء ماء النهاردة الامريكان لما بيكلموا يقولوا ايه خلي بالك من ضفة اللي بيعملوا المستعمرين ما تصدروا قرارات على المستعمرين ما تصدروا الكيام فيه ماء يعني النهاردة الضفة النهاردة ما يعملوا المستعمرين هو على فكرة هو ان اصله ضيعت القضية الفلسطينية انا من وجهة نظري اصله النهاردة خلت المنفيه ما بيش حاجة في فلسطين المستعمرات قامت ايام اصله وانا شايف ان الوضع اللي في الضفة الغربية اخطر اخطر بكتير يعني النهاردة يعني احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم لكن الوضع في فلسطين هناك في الضفة هناك انت الابرطايد اللي هم عاملينه ده ده خطير خطير جدا النهاردة عندك الحكومة حكومة فشية احنا وانت كنا بنناقش انا وانت حضرتك وانحنا قبل ما يجي كنا بنكلم عن الجيل القادم الشعب الاسرائيلي الشعب الاسرائيلي عايشت زي او فيه الجيل القادم هو الخطر على الدولة الاسرائيلية لانه مش جيل عنصري لا الجيل مش عاوز حالد مش عاوزين مش عاوزين خلاص الجيل اللي بقعد على الكنتاكي والبتاع والأفلام الأمريكية والبتاع ده مش عاوزين الجيل شرمون باريز مناحم بيجن رابين القطلين الناس القطلة ولا واسحاق رابين اللي احنا وقعدين عايق عليهم نقول ده حمام السلام ده مش حمام السلام يا صاحب بقولت ايه انتفاضة الاولانية تقسير العزام لا ده ده قولي انت قابلت يا نتنياون نتنياون مرة بس هو كان في حزب اللوكوت ده ما كان رئيس في زراء اللي عامل استاد عماد الدين اتيب تعرف عنه حاجة يعني تعرف عنه هو ابو لماذا هنا في سؤال دايما بتطرح لماذا ان كل اه 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 الادارات الأمريكية تعمل حساب لابين يامين نتنياون لان ابو اسمه بن صاحب نتنياون يعني واخر بالك وهو ده كان استادس جامعي اه في امريكا وكان هو صاحب فلسطين وهي ارض اسرائيل وكانت في الابات والجماعيات الامريكية اليهودية وكان مواصر في الادارات الامريكية والمؤسسات والدولة العميقة ولما رجع فلسطين على فكرة بتلاقي نتنياون ده بيت واحد فلسطيني دكتور فلسطيني اه وخدوه اه اه اول ما جاء ابو نتنياون اه جاء فا استا استا 아이러 اه استاور عن الديد ده فلا نتنيون بس نتنيون خلي بالك نتنيون لو نرجع كده المؤتمر مدريد الاول اللي هو يتعمل على حرب الكويت كان موجود فيه وكان اللي هيلابس فيه صاحب علاقات الشال وكان محتاجين ازاي ان هو يلبس الشال الفلسطيني لا نتنيون فيه لقطة شارون لما بيقولوا اه احنا مختصبين احنا محتلين فكان نتنيون رفض كلمة احتلال قال لهم لا احنا مش محتلين احنا دي ارضنا نتنيون رفض عملية اصله خالص فنتنيون من اخطر واحد جيه يعني اللي صالح دولة السايد يعني اخر انت شايف ان الشعب ده هيتفكك لا الشعب ده الفشية الدينية العنصرية اه اطبحت لده ايه المتطرفين ده يسوماترش وابن غفيل وغيرهم وزير الطاقة ده 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 خطير وزير طراص ده وزير طراص ده اختارهم اختارهم وزير طراص اللي قال لها تصريح عليهم قال لقوم بلد الرئية تتعمي عليهم اه انما الجيل الجديد انا عودك بس حدركم انتبوصوا على الجيل الجديد الجيل الجديد في اسرائيل هو مش عاوز الحروب الجيل العيال الجداد اللي طالعين مش عاوز الحروب اكبر دليل على دانا قناة 13-12 عمله كان باستطلاع اللي تحب تروح الجيش لا الجيش الاسرائيل اللي بيحارب ضد حماس دلوقتي وضد المقامة الفلسطينية مرتضقة مرتضقة جدا يعني بس في نسبة فيها يعني انت ما سألت ليش طب الشعب اليهودي ده بيحب بيحبونا كالمصريين ما سألت ليش السؤال ده اه بس ألك تفضل لا لا بيحبوناش لا بيحبوناش عارفين عشان عارفين ان الشعب المصري هو الشعب الوحيد اللي في العالم اللي بيقرح اليهود وهو الوحيد اللي عاوز دولة فلسطين ان هي اتركها هم معلولة احنا بيحبوناش قابلت المصريين اليهود هناك اه قابلت قابلت اليهود اليهود الي هناك وشفت ابن الجاسوسة اسمان دي اللي هي اللي عملت لسادي وينس والله مش متذكرها عملت لها مسلسل الساعة ما هي السقوط في بقر السابع السقوط في بقر السابع اه السابع وشفتهم يلي ايه 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 قلت لك لا 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 ما بقبلتوش يعني شوفت بس اه فيه اهوة مصرية هناك بغاء هاتين امو كلسوم وكده وليل امراض وكده وبتاع اه كده لكن ما فيش علاقات يعني لكم بين الناس لا 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 ما كنتش حاس قولي الصحفي المغربي ليه هو الوحيد تقريبا اللي كان في بينا هو اللي أحب يتعرف علي وفا اتعرفت عليه اه اه عزم دي مرة على العشرة بس او طوله عشرة فكان عربي. قضيت تمن سنوات كده يعني لوحدك. بص اولي خالح دي حدث حاجة انا عملي. زي يعني اه بحب شغلي بحب عملي. فقضيت فيه وعدين كانت الانتفاضة كانت شغالة بطريقة يعني الاربع خمس سنين الاولانيين احنا ما كناش تشوف النوم. يعني انا بصراحة اوضي اقول لك على حاجة. انت هتقول لي ايه اكتر المشاهد اثرت فيك في الانتفاض. انتشوفتها بشكل عيانا. ايمان حجو. الطفلة اللي هي اعتلوها الصغيرة اللي عمرها الرضيئة اربع تشهر اللي امها جابتها بعد عياب بعد ربنا انتهالها بعد عشرين سنة. يعني او خمس فاشر سنة. انا معتقد. ده الصرفية. الصرفية اا 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 حرق الطفل اا فلسطيني. حارقه. المستبطنين ان هم مستعمرين اللي حرقوه اصر فيه المشهد الفلسطينين هم وقفين على الحواجز وهم بيتضربوا وبيتهانوا عشان هم راحين يأكلوا أكل عيشهم وكده اصر فيه مشهد برضو من المشاهد اللي أنا أصر فيه ومذلك اللي أنا متأثر بيها وهو ازاي الأمهات وقيلة السجون عشان يروح يزوروا أيالهم وأولادهم الأسرة والذل اللي بيأخذوه عشان يأخذوا التصريح حاجات كثيرة جدا يعني أشتاها وشفتها وزيارة بالسجون الإسرائيلية كانت زرت أي سجن النقب كنت حابة برنام أن أروح زيارة احكي لنا زرت السجن النقب وزرت السجن شفت فيه قابلت مين لا قابلت مين وشفت مين ده شفنا المساجين فيه هم عمل حب وينظمونا سيارة وأنا لما قالوا لي هما كانوا متوقعين لأنا كنت أرفض فأنا بالعكس لأوني موافق لأنا أروح مع الصحفيين والأفتاع بروح سجونهم أسوأ من سجننا ولا أفضل من سجننا السجن هم السجن لا أنا بتكلم على نظافة الحال سجونهم أسوأ سجون في العالم سجونهم أسوأ سجون في العالم سجون الإسرائيلية أسوأ سجون في العالم اللي يعني منها الفلسطيني نهاردة وانت بتكلمني دلوقتي كان فيه اتنين الفلسطينيين ماتوا بتتسمهم من الأكل اللي بيأترهم حتى الأكل الحامد الوحش اللي فيه وقول له ده لا يوجد رعاية طبية للمساجين الفلسطينيين في سجون إسرائيل لا يوجد رعاية لهم ارتاطم في الزيارات محرومة يا موزير يأتي لهم ويقول لهم ان اضربوهم ويضربوهم وتعذيب ألا تعلم ان هناك بعض في المؤثر بعض من الشباب اللي ليس لقوا علاقة بالمقاومة الفلسطينية من غزة قتلوا ومنهم التمانين اللي ماتوا قدوم وبعض منهم تم أخوانهم الفلسطينيين هم اللي دفنوهم طلبوا منهم الفلسطينيين اللي يتنونوا معاكلين طردوا منهم الممارسة جنسية وهم رفضوا فتم قتلهم الفاشية الإسرائيلية والوحشية الإسرائيلية أتساءل العالم كله الآن يجري على حوالي مية وعشرين طب والأسر اللي موجودين في السجون الإسرائيلية دوم ايه نسميهم ايه بقى نسميهم ايه نسميهم دوم أولاد الكالة القطة بالسودا ولا الكالة بالضلة لا الفلسطينية لماذا لا أحد يحاسب وزير الدفاع الإسرائيلي اللي دي قال دوم حيوانات بشرية محدش حاسبهم في لقطة لقطتين في الانتفاضة في الحرب بتاعت الأقصى دي توفان الأقصى دي توقفت عنهم طبعا كل شيء كان دراما 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 يعني فيه لكن فيه طفل صغير وقف بالجردن وبياخد المية وقال جملة خطيرة وانا بشكر المصور والبروديوسر اللي صوروا اللقطة دي الجملة دي قال والمرط اللي النزل عليه وهو حطت السطر بيقول الله عارف ان احنا محرومين قطعوا عنا المية واحنا عطشانين فارسل لنا ايه الغي شوف الطفل اللقطة التانية اللي انا حسيت ان الطفل ده بيقول لك في مستشفى اللي ضربوها وموجودها فيها الامداني دي المعمداني فقال الجملة قال كنا نايمين انا واخواتي وامي وكده فصحيت على ضرب النار وفيه ببص على ام وابوي واخواتي لقيتهم ميتين احنا غلابة ايه عملنا ايه الوهاب بيقولها انا جسم عشر الناس دي غلابة بص في الانتفاضة دي ايه انتفاضة اوه يعني بص على الشعب الفلسطيني اللي في غزة بص على احضبهم غلابة مكافرين هاوزين يعيشوا؟ حضرتك كنت مرسل حربي كنت مرسل حربي دي يعني اشتغلت في الحروب ايه رأيك في وقت الدحضوح والشباب اللي معاه اللي زي اسماعيل والأنس الشريف ده يعني مش لاب بأسطورة يعني أسطورة بصراحة في التخطي فداية يعني هو تحس ان هو فداية ده فداية بص بص قولي قولي قبلت وائل تعرفه زمانه واحكيلي عنه وائل إنسان مهزب محترم وفلسطيني جدا وأنا بخف عليه دلوقت أنه هو لأنه هو مستهدف يعني من الإسرائيليين يعني بشوف وائل أنا بحبه وبستندر رسيله وهو دايماً لما يجي مصر كان يقول له مسلمولي على طريق عبدالجابر وكده وبتاع فأنا بحبه وهو إنسان متميز جداً وكل ده وهو ما بيعملش حاجة للشهرة لا وهو بيقول اللي في قلبه اللي في قلبه بالنسبة للإسماعيل إسماعيل وأنس الشريف هم صحفين في مكتب الجزيرة ولكن هم نزلوا في الميدان وقت الحرب نزلوا في الميدان وقت الحرب أثناء الحروب تظهر المعن وهو بيتكلم في بطنه وهو بيخطب يعني لو بصنا اللغة إعلامية لا ما هوش هشامد أخذوق وهبع كيلة ووائل وهم اللي بيعملوا الإعلام بيديوه خلصة الإعلامية إنما دي هنا شكراً لقناة الجزيرة إنما نفعلها القبعة إنها ولدنا مقاتلين مقاتلين قاعد في عربية القارة وقاعد يعمل حوار مع الطفل ومتاعه في عربية قلت لا يعني دمهم دي 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 مدرس أنا أصدار يغطي والقصف شغال جنبه كلهم 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 ما فيش مش ألف بس بس صمود عجيب يعني ما يجري لهؤلاء مقتل أسرة دحدوع مقتل الوالد آنس والأداء بهذا الشكل شيء عجيب أنا أول مرة لا بص ألا حضرتك حاجة أنا لما توفى والدي أنا كنت في جنوب أفريقيا وكنت كنت بعمل اللقاء مع رئيس والسان مندالا وتوفى والدي وطلقته على الهواء وعادي يعني أصلي دي أنت بتقدم مؤمن بقضية الفلسطينيين مشروع شهادة فلازم أنت تتفق فيهم هو مقضية ولكن انت ما عندكش مرسلين بقى دي حاجة تانية يعني انت يعني أنا 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 أقول لك على حاجة لو سألتين سؤال إنت طيّ انت لو حاب يد ما أنت تكون تغاطب لأقول لك ما أنت ومكونش عام دغاطي وتعود أخذ من الفلسطيني أروح أصليه هدومه أدي له دواء أدي له أخي أدي له شرب لأنه محتاج أساعد الأطباء كنت تتمنى تبقى موجود انت أتمنى أتمنى أكون موجود أخدمهم لأن إما يكون بيوائل وأناس وإشاند أطلوب وإسماعيل وغيرهم 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 ما فيه كفاية إلا الجديد اللي أنا أخدمه الجديد اللي أنا أخدمه هم أيهم كفاية إنما في الصينيهم أحتاج إيه أحتاج إن أنت الساعة كدرطور ساعة ده ساعة ده ساعة ده كل الجرام اللي تقتقت الآن أي الدكتور يعمل عملية دون بنت لا يوا منظمة صحة ونسان ده كده ونفاق لا يوا منظمة صحة لا يوا منظمة صند الأحمر انظر كيفاً هم منظمة صند الأحمر لما كانوا بيغضر الأسر أن يهود كانوا بيقدموه والفلسطينيين كانوا بيتدربو لا 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 الكل مقابل الكل القضية قالنك الكل مقابل الكل دكتور أنت في الواح سوف بص و لا وعني انوح بلا خطر ما هي فيه المكتوب المكتوب أكثر بيتها خمسة وتمانين يوم دخلين في الخمسة وتمانين يوم لم ترفع حميسهم إن شاء الله ولم ترفع روايا البيضاء بالهم اللي ييفوع على البيضاء ما أنت خمسة إلوية أنت مؤمن بأنهم هنتصروا في النهاية مين؟ حماس طبعا القومة يعني نصر الله أنا مؤمن بالله يعني أنا نصر الله قلو نصر الله قلو يعني لا ما حصلنا أنا مؤمن حتى حول أحد حالا عملوا اللي إحنا كنا بفشلنا يا أستاذ الفضل أن أتعلم أن النهاردة الأعداد اللي لازم تقولها إسرائيل هي أعداد غير الحقيقية إسرائيل لا تعلم أن الأخضاء الحقيقية قال تعلم أنه هذا يا سيدي خليك أنه هذا شوف الوادن بيقول قلدي أنا بقالي بحالب أنا وأخوي ومش لا يلم بنشوف الرعب وإناك بتقولها وربنا ما يتذكر الشيء ربي يتذكر ربنا متذكر وعارف ومديهم القوة ومديهم الفيدي هذا النصر النصر بتاع ربنا لأن كفاية بالعكس أنت مرمط الجيش الإسرائيلي الجيش اللي ينتعي تقول لا لا يوقع لا القهر في 6 أكتوبر وفي 7 أكتوبر مصر الجند المصري قهر والجند الفلسطيني والأخارب الفلسطيني قهر فما نعطش إلي إحنا نقول إلي إحنا إخفنا صغير دي دولة هشة دولة هشة أنا الحاجة الوحيدة اللي أتمنى 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 من ربنا إن بعض الفنانين بقى يعني في في البطن المهربي إحنا مش عاوضينكو روبورتاء أوبريت والكلام الفاضي ده والرنغاني ومشتغاني لا نحن نعمة زي ما عمل الفنانين من طوماس في حرب أكتوبا كانوا نضلوا و راح المستشفيات وطروا راعوا بالدم وانتبروا في دم المقسوم عملت بعد هزين من سبعة وستين ونضلت وجيب المقهود الحربي وكل ده أتمنى ده ننسى بقى مهرجانا الرياض والنبي وحاجة دين ننتهى خلاص إحنا عاوزين نوقف مع الشعب الكلباني الشعب الفلسطيني يا جماعة أنا دايما أسأل نفسي يوميا إلى محور الرب العين أنا أسأل نفسي أنت عاوز في غطي لا الواقل بيغطي والشغل الواقل تمام وأحسن مني والشعب ضروق أحسن مني وأناس الشريف أحسن مني وأسماعيل أحسن مني وغرهم وغرهم الخمسة ستة اللي اشتغلوا الثلاثين أحسن مني لا وبيقدموا لسالة لسالة بطنية وبيقولوا وعلى فكرة بيقولوا إحنا حصل كده ما بيجبوس ما بيزيفوش ما بيزيفوش يمكن أن أعطيك زيادة عن النزوم لكن لا هما اللي دي عشان كده عشان كده أنا بقول لك إن كنت نفسي أروح أخدم النازل أخدم النازل يعني النازل محتاجة يعني النازل محتاجة طيب قول لي قابلت عفاط أو قابلت بومازن قول لي إيه إيه الفرق بينهم فيه حاجة معلمة معك عرفت مصري مهم زي المصري متكلموا متكلموا مоде بالمصري مهم بيحب مصر بيكل الاتل المصري بيموت في الشعب المصري مهم اختلف بقى معه سياسي يا حاجة تانية اه إيه ما مرة احتلوش طب بقيت قيادة السلطة الفلسطينية لي رأيك فيها زي اللي انت قابلتهم بقى لا انت قابلت راس كثير احلان يعني انا بلص علاقتي مع احلان يعني هي علاقة طيبة اه هو كان يحبيني مش هيك اني انا توجهاتي قوية جدا او معنا او معنا قال انت غيرت الفكر بتاع المصريين عن تفاضل اللهجات الفلسطينية اللي بتقولها يعني انا كنت اقول مثلا من امام حاجز مثلا الحاجز الفلسطيني كذا يعني كنت فيه فلحية يعني فيه علاقتي كانت معها طيبة بس مش حلقة قوية علاقتي كانت مع الرجوب كانت قوية يدري الرجوب كانت قوية بس طيب انت قلت لي في الاخر خالص بقى الاخر السؤال اللي هو ليه انت تبقى اختيارك تحديدا ان انت تكون مراسل اللي تترفسون المصري اللي اه في الارض المختلفة بس انا كنت موفقة على الابار في كل حياتها بس ما كنتش بتخيل بي اه نهي ان انا هاي اروح فلسطين انا قلت حضرت من روحة فلسطين مرة واحدة اللي هي ساعد خفز الفسط لكن كنتش بتخيل لنا اه يتم استدعائي اه في الموضوع فلسطين الحيات رشحت اه اللي رشحني اه حصت واقع اللي رشحني هو اه فعل خميسة بالعافية الله يرحمه خميسة بالعافية كان انا وخضرته للانتفاضة مش بنحولها عشان برضو ايه اه بعد ما هيعاق قبل بعدها بس جور روح تنا ايه ايه يعني هو كان اه لما اذاع تقرير وكان اه اه تاعم فيها الفلسطينيين بقتل اه طفل اه اسمه دورة اه فكان الرئيس السوري خفز اه برشار كما هو في مصر رئيس مبارك كما هو فيه فمطمرا صحفي فاحد السوريين الصحفيين اقام الرئيس مبارك كيف يزينها كيف يزينها كيف يزينها دورة هو ايه الفلسطينيين فالرئيس مصر كيف يزينها صحفي فرح رد رئيس اقام لله اعنا زاي الملايا التليمزيون المصر لا فيه اكتب ان حدث قطى فيحاسم عليه ويه ماما فيه ولكن احنا اللي قطل الرئيس مبارك الذي قطل الدورة هو ايه الاسرائيلي اوه انا بقول لك اهو وليس الدولة هل مشيك فيك بليس الدولة فقال له لا يكفيني فمن هنا كانت البداية لما افجأت بايه المطالبتي ان انا لازم ان انا اكون ادي مكان خميسة بالعافية ولها يدفع خميسة بالعافية في التنزيل المصري وانتي هناك بما يظهرش خلص هااااا فكانت دي ايه ايه البداية فطبعا انا حتى لما التقيت بايه خميسة بالعافية اكتر من مرة وفهمت الوضع ان هو غلط غلطة هذه الغلطة يعني كده يبدأ بس بس انما كانت فيه وعلى فكرة انا لما مشيت من فلسطين بكيت عيط يعني عيط من جوه والبي لاني شعب محترم شعب عشت معاً 8 سنين أحلى أيامي منهم وده أرجو ده الإسم ده يطلع على التلفزيون معاكم أنا الزميل المصور روح الرازم اللي أنا أكل له وهو وزميله نجيب الرازم كانوا من الناس أتذكر لما حدث الوحيد اللي نقل أحداث جنين كان هو المصور روح الرازم وكانت مهزباحة شارون في الجنين يعني وشطار ونضف بيوتهم وحاجات كثيرة جداً فأنا الشعب الفلسطيني ده أنا زعلت لما نسبته بس الحمد لله إحنا على تواصل مع الناس كثيرة جداً وأدت أكثر الزميلة شيرينة بعقلة اللي الله يرحمها اللي أنا لن أنسى لما هي أدتني التلفونات بتاعة دفتر التلفونات بتاعتها بتقول لي تفضل يا طارق وشوف أي تلفون أنت حاوزه إيه لما سألتني حضرتك مصري بتلها قالت لي أنا بحب مصري جداً بتلها ومصري بتحبك يا شيرين فالمهم قالت لي أنت هتبقى أنت المرسل بتلها أنا المرسل اللي هنا وكده وكلنا في القدس يعني وفي اللي أنت فقالت لي أنت عملت اللقاءات مع حد ولا عملت بفيه بتقول لها تخيالي أنا لسه بجبع بقى اعتصالاتي وهبدأ وكده وبتاع اللي قايتها جاية وإحنا عادين في المطعم قايت لي ده الدفتر بتاعي بتاع التلفونات خد ما شاء منه التلفونات فقالت لها إزاي يا شيرين إزاي ده الدفتر أنا أنا لم يكنش عملها قايت لأنا عملتها قلت لها أنك إنت فيه وكانت في رمضان بتاع زمنا في رمضان وفيه كانت بتحب مصري جداً وكانت مثلا المادية تعني أتذكر لأنا كنت بعمل حوار مع رئيس دولة الكائنة الصهيوني وبعدين جيت فاتصل لبي قالت لي أنا عارف اللي إنت عملت إيه لقاء فيه مش هقولك أنا عاوز أعرف أهم لو إنت حابب تقولي حاجة خارج اللي إنت مش هتزيعه أقولي مش عاوز خلاص قلت لها الحوار ليك كله وأنا مش هزيعه قالت لأ فأنت أشوف اللي فيه صحيح فكانت إنسانة عظيمة بجفارة ووليد العمري وكلهم لا 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 وكل الناس دي ناس محترمة وناس فلسطينيين وناس فلسطين دي بس فيه نقطة تانية اللي أنا حابب اللي أنا أقولها بقى يعني أنا مش مرشوري بس فلسطين أنا روحت غطيت في أفغانستان في الأراء في مستوى الحرسي نعمل بقى حلقة تانية أو يعني لقيم زي أنا كده لا 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 بقى حلقة لا بقى حلقة فالوضاء يعني مش فيه يعني أنا يعني مش حكاية أنا مبصلهش بماديات ولا أي حالة لو قاعدنا نعمل معاك سلسلة رحلة طاري عبدالجابر في ذات مصر أنا ما عنديش مشكلة يلا ما عنديش مشكلة بس اللي حقوله يقال ينشر أنا دي لسبب بسيط انت متعرفش ذات مصر الكلام ده انت متعرفش ذات مصر لا لسبب بسيط جدا أصلي يعني أنا هقول لك حضرك حاجة يعني هلا تعلم ان انا يعني نقولها اقول لك على حاجة معلومة لأول مرة يمكن تقال أنا الوحيد اللي عملت مع رئيس ورصة ماندانا حوار داخل المكان اللي هو المصر فيه ولما سأل لأني واتذكر سلسلة سفير واسم السفير المصري وهو لما هشوفه كده دي هيتحق لما روحت كنت رايح ولانا ضدت الصارح على الشاشات البرس كنت رايح اضبت وفي فوقتر طبق تبزيط مصر نعملو حاجة وقال له طيب فقدمت طلب ان انا اعمل نقاة مع رئيس ورصة ماندانا فسفير المصر اذلك الوقت قال له ناسين بخير فقال له اخوة سوتي عبر تبزيط زكينة معانا مع جهور قال له او فالأول مؤرم دواب قال له لا طبعا مش هذكر قال له ليه قال له اهن بها تطالب ان انت اتعمل اللقاء مع السائل السائل الرئيس في السيجمينة تاعه المكان المقرر اللي هو ثانب تيه طبعا هلق طبعا ولا هو هو مش هواكه ويرفو فيه قال له الجوملة الشهيرة اقطع بلاعه وامش صوري ياهن ونصد ما انتهت ان انا هو يعمل معاقي اللقاء له فقال له اه في انت قد راقي قال له وابش صوري فحصل ان انا بعدها بوقخل ست ايام رئيس ونصد معاتولي رسالة وقالولي وفوه وفوه فالأهم مش وفوه حيتعمل فين فقال له انتهت فين فانتصلت بالساة السخير ساة السخير فيها اللي اه طبعا عدتتها تزلي بقى وقتولي انت مسافر انا عارف ناسماتت انت خلاص انت مسافر وكده ومتاع بس يالا انت عاشة مع بعض ايه وقال له بقتصب حضرت ايه مش عشان 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 ايه قال له ماليه قال له بقتصب حضرت عشان اقولك ان اللقائي حيتم بعد بقرة قال لي فين وقتل روه في المكان اللي الخليل اللي بتطع بيه براعه موترشت سوق فلا كلها ما اكلمه الحقيقة السيد السخير الريو فاي يعني اصدرش عمد الذكر اسكلة يعني قال لي يعني الحقيقة دي كانت بيليو بينه فأعملت اللقاء برضه مع رئيس بانارصايك هو كتير ديماريل وهناس فيه فيه عملت اللقاء مع رئيس كوبا بيلكاسترو واختعلت السؤال اللي على الإمام سألو في الفيلم هل ان صدار كوبي بيتامل على وراك العذارة ترد عليها السطر وقف التغيير فقال في القضية قال لي لا انا اجيب انت بعد ما تزور الماضيه وتشوف زكا بيتامل على وراك ايه العذارة او اللعب فعندت قال لي لازم تروق ورحت وشوف تمرش وراك العذارة يعول فيه ويعوالها زي السكان فيه عملت اللقاءات اشتركيه لو كنت هنترمي اختيالي في البصنة والهرسك على يد الأب ايه يا ما انت كل ما تروح حتة الحاول واختيالك ايه عمد طبعه بس فيه يعني كان فيه مشوار يعني كان مشوار حياتي انا سعيد دي وفيه لكن انا بقولش احنا لسعوداء بيك والله يا وسيز طارق وشرفتنا وان شاء الله اني قرارها مع بعض وعد بإذن الله شكرا جدا يا وسيز طارق انا بشكر ذات مصر وبشكركم انا عام 2024 الاقي ايكم مشاشة تليفزيونية ان شاء الله حتى على اللي تشوف ما نقفلش بس رايزي بس نستمر لا هي اه فيه وانا حقيق مفصول جدا من الحوار بتاعي معاكم لكن الحاجة اللي انا عاوز اقولها نجاحي ده او وصولي لهذا المركز ده بيبدأ لثلاث عامل فضل اول حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى اللي وقف معايا يا اموه ولماذا حياتي مش حاضر لنسى فضل ربنا واندتشي الله يرحمها وتالت حاجة بعد من الناس ما يتقدوش على الصوابع يعني وقفوا معايا ويأمنوا بحاجة سمع طارق عبد الكامل اتذكر ان في يوم من الايهاب ودي اختب فيها ايه اللي قاة فلما دخلت في قطاع الاخبار ودخلت فيه في احد الاشخاص واحدة كمان فا اول لما دخلت بلوق انا طارق عبد الجابل المرسج الجديد اللي اكون ليكم موفد للقطاع الاخبار فردوا عليه قالوا لي ايه البلاو اللي بتتحدث علينا دي دور تراس طارق شكرا شكرا